اشتركوا في القناة المسجد النبوي سابقا والمشرف على موقع التأصير العلمي غفر الله له ولوالدي ولمن اعاناه على اخراج هذا الكتاب يقرأه عليكم عمر البساطي مقدمة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد العبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين اتقوا الله حق تقاتيه ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ان يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل به في عداد اتباعه وشيعته وحزبه والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم اسأل الله تعالى ان يرقني واياكم حب نبيه صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما امر واجتنهب ما عنه نهى وزجر اللهم صل على محمد وعلى اهل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى اهل ابراهيم وبارك على محمد وعلى اهل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى اهل ابراهيم انك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين القسم الاول شمائله وهديه صلى الله عليه وسلم شمائله صلى الله عليه وسلم نسبه عليه الصلاة والسلام وهو صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافي بن قصي بن كلاب بن مرى بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النظر ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان وعدنان من ورد إسماعيل الذبيح بن إبراهيم الخليل عليهم السلام وهو صلى الله عليه وسلم خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق وفي الحديث أن هرقل ملك الروم قال لأبي سفيان رضي الله عنه سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها اصطفاؤه صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم أسماؤه صلى الله عليه وسلم أسماؤه عليه الصلاة والسلام كلها نعوط وليست أعلاما محضة تفيد مجرد التعريف بل هي أسماء مشتقة من صفات قائمة به توجب له المدح والكمال ومنها محمد صلى الله عليه وسلم وهو أشهر أسمائه وبه سمي في التوراة صريحا ومعناه كثير الخصار التي يحمد عليها ومن أسمائه أحمد أي أحمد الخلق لله ويحمده أهل السماء والأرض وأهل الدنيا والآخرة لكثرة خصاله وهو الاسم الذي سماه به المسيح عليه السلام ومنها المتوكل سمي به لأنه توكل على الله في إقامة الدين توكلا لم يشركوا فيه غيره ومنها الماحي الذي يمحو الله به الكفر ولم يمحى الكفر بأحد كما محي به صلى الله عليه وسلم ومنها الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه فكأنه بعث ليحشر الناس ومنها العاقب وهو الذي ليس بعده نبيه فهو بمنزلة الخاتم ومنها المقفي الذي قف على آثار من تقدمه فقف الله به على آثار من سبقه من الرسل ومنها نبي التوبة الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض فتاب عليهم توبة لم يحصل لهم مثلها قبله وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استغفارا وتوبة ومنها نبي الملحمة الذي بعث بجهاد أعداء الله فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته والملاحم الكبار التي وقعت لم يععد مثلها قبله ومنها نبي الرحمة وهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين فرحب به أهل الأرض كلهم أما المؤمنون فلالوا النصيب الأوفر من الرحمة وأما الكفار فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظله وتحت حبله وعهده ومنها الفاتح الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كان مرتجفا وفتح به الأعين العمي والآذان الصم والقلوب الغلف وفتح الله به أمصار الكفار وفتح به أبواب الجنة وفتح به طرق العلم النافع والعمل الصالح ومنها الأمين وهو أحق العالمين بهذا الاسم فهو أمين الله على وحيه ودينه وهو أمين من في السماء وأمين من في الأرض بل إن كفار قريش سموه الأمين قبل أن يبعث رسولا ومنها البشير وهو المبشر لمن أطاعه بالثواب والنذير لمن عصاه بالعقاب وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرة ومنها السراج المنير الذي ينير من غير إحراق بخلاف الوهاج فإن فيه نوع إحراق وهو عبد الله له عبودية خاصة الخاصة لأنه عليه الصلاة والسلام مكمل مراتب العبودية أوصافه صلى الله عليه وسلم إجمالا أكمل وصفه عليه الصلاة والسلام هو ما وصف به نفسه قال صلى الله عليه وسلم أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا وخلقا قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن يعمل به ويقف عند حدوده فيرضى لرضاه ويسخط لسخطه وهو خليل الله قال صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا أوصافه صلى الله عليه وسلم الخلقية جسده الشريف قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون أي أبيض مستديرا كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفأ ولا مسست ديباجة والديباج نوع نفيس من الحرير ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قامته فقال البراء بن عازب رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعة أي متوسط القامة بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنه رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه أما وجهه عليه الصلاة والسلام قال كعب بن مالك رضي الله عنه فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه وسئل البراء رضي الله عنه أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر أما شعره عليه الصلاة والسلام قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان نبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين لم أرى بعده مثله وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جعد أي لا التواء فيه ولا تقبض ولا سبط أي ولا مسترسل وعنه صلى الله عليه وسلم قال جابر بن سمرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أي واسعة أشكل العين أي فيه حمرة في بياض العينين منهوس العقبين أي قليل لحم العقب أما عرقه عليه الصلاة والسلام فقال أنس بن مالك رضي الله عنه دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي نام نومة القيلولة فقال عندنا فعرق وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت أي تجمع العرق فيها فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب خاتم النبوة كان له خاتم النبوة بين كتفيه وهو شيء بارز في جسده صلى الله عليه وسلم كالشامة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال ورأيت الخاتم عند كتفيه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده إجلال أصحابه له صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن العاص رضي الله عنه ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه وقال عروة بن مسعود الثقفي يصفه صلى الله عليه وسلم لقريش يوم الحديبية والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له أوصافه صلى الله عليه وسلم الخلقية أدبه مع الله تعالى قال عبد الله بن الشخير رضي الله عنه فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا وأعظمنا طولا قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان شجاعته صلى الله عليه وسلم قال علي رضي الله عنه كنا إذا حمي البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون أحد منا أدنى إلى القوم منه خشيته صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له إحسانه لأهله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي حياؤه صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه تيسيره صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه كان صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه قالت عائشة رضي الله عنها والله من تقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله كان صلى الله عليه وسلم لا يعيب الطعام قالت عائشة رضي الله عنها ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه وكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة قال صلى الله عليه وسلم إن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة أما تواضعه قال عقبة بن عامر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه فجعل تر عد فرائصه فقال له صلى الله عليه وسلم هون عليك فإني لست بملك إنما أنا بن امرأة تأكل القديد أما خدمته لأهله صلى الله عليه وسلم فعن الأسود بن يزيد رحمه الله قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة أما تغافله عن الجاهلين فقال صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم أما صدقه عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أما خلقه مع خادمه فقال أنس رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فوالله ما قال لي أف قط ولا قال لشيء فعلته لما فعلت كذا ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا كان صلى الله عليه وسلم من أوصافه الخلقية عدم تميزه صلى الله عليه وسلم عن أصحابه بشيء وكونه واسع الصدر رحبة قال أنس بن مالك رضي الله عنه بينما نحن جلوس في المسجد دخل رجل على جمل فأناقه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم قال فقلنا له هذا الأبيض المتكئ فقال له الرجل يا ابن عبد المطالب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال الرجل يا محمد إني سائلك فمشتد عليك في المسألة فلا تجدن علي في نفسك فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم سلما بدا لك فقال الرجل نشدتك بربك ورب من قبلك آه الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال فأنشدك الله آه الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمسة في اليوم والليلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال فأنشدك الله آه الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم آه الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضيمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكرة أما عن خبزه فقالت عائشة رضي الله عنها ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أما زهده صلى الله عليه وسلم في الدنيا فقال صلى الله عليه وسلم ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا شيئا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وكان صلى الله عليه وسلم لا يشتم قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح وكان صلى الله عليه وسلم من أوصافه أنه ما مس كف امرأة قالت عائشة رضي الله عنها ما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط أما مسكنه وعيشته قال عمر رضي الله عنه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير فجلست فأدن عليه إزارة وليس عليه غيره وإذا الحصير قد أثر في جنبه فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرضا في ناحية الغرفة وإذا أفيق معلق قال فابتدرت عيناي فقال صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا ابن الخطاب قلت يا نبي الله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى وذاك قيسر وكسر في الثمار والأدهار وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته وهذه خزانتك فقال يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا قلت بلى هديه صلى الله عليه وسلم هديه صلى الله عليه وسلم في اللباس والطعام والشراب أحب الألوان إليه كان أحب الألوان إليه البياض وقال هي من خير ثيابكم فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم لباسه صلى الله عليه وسلم ما تيسر من اللباس من الصوف تارة والقطن تارة والكتان تارة وكان إذا لبس قميصه بدأ بميامنه وسطيته صلى الله عليه وسلم في اللباس قال بعض السلف كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب العالي والمنخفض وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تنهاب فيه النار لأنه انقصد به الاختيال والفخر فعاقبه الله وعن عمر رضي الله عنهما كذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة طعامه صلى الله عليه وسلم كان لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا فما قلب إليه شيء من الطيبات إلا أكله إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم قالت عائشة رضي الله عنها وما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه كما ترك أكل الضب لما لم يعدد صفة أكله صلى الله عليه وسلم كان معظم مطعمه يوضع على الأرض في السفرة وكان يأكل بأصابعه الثلاث وكان لا يأكل متكئا وكان يسمي الله تعالى على أول طعامه ويحمده في آخره وكان إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه صلى الله عليه وسلم مشربه صلى الله عليه وسلم كان أكثر شربه قاعدا بل زجر عن الشرب قائما وجوازه لعذر يمنع من القعود كان صلى الله عليه وسلم إذا شرمنا ولا من على يمينه وإن كان على يساره أكبر منه هديوه صلى الله عليه وسلم في النكاح والمعاشرة قال صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة وكان يقسم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة قالت عائشة رضي الله عنها وكان إذا أرد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ولم يقضل البواق شيئا كانت سيرته مع أزواجه حسن المعاشرة وحسن الخلق وكان يسرب إلى عائشة رضي الله عنها بنات الأنصار يلعبن معها وكان إذا هويت شيئا لا محذور فيه تابعها عليه وكان يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن وربما كانت حائضا وكان يأمرها وهي حائض فتتزر ثم يباشرها وكان يقبلها وهو صائم وكان من لطفه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه مع أهله أنه يمكنها من اللعب وسابقها في السفر على الأقدام مرتين وتدافعا في خروجهما من المنزل مرة وكان إذا سافر وقدم لم يطرق أهله ليلا وكان ينهى عن ذلك هديه صلى الله عليه وسلم في النوم والانتباه كان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه للنوم قال باسمك اللهم أحيا وأموت وكان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفي ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرار وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتبه من نومه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ثم يتسوك كان صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويقوم آخرة وربما سهر أوله في مصالح المسلمين كان صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه وكان عليه الصلاة والسلام إذا نام لم يوقظوه حتى يكون هو الذي يسيقظ وكان نومه صلى الله عليه وسلم أعدل النوم وهو أنفع ما يكون من النوم هديوه صلى الله عليه وسلم في معاملاته كان صلى الله عليه وسلم يمازح ويقول في مزاحه الحق كان صلى الله عليه وسلم يوري ولا يقول في توريته إلا الحق وكان عليه الصلاة والسلام يشير ويستشير وكان صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة ويجيب الدعوة ويمشي مع الأرملة والمسكير والضعيف في حوائجهم سمع صلى الله عليه وسلم مديح الشعر وأثاب عليه وما مدح به جزء يسير من محمد أما مده غيره من الناس فأكثره الكذب خصف صلى الله عليه وسلم نعله بيده ورقع ثوبه بيده ورقع دلوه وحن بشاته وفلا ثوبه وخدم أهله ونفسه وحمل معهم اللبن في بناء المسجد ربط صلى الله عليه وسلم على بطنه الحجر من الجوع تارة وشبع تارة أضاف صلى الله عليه وسلم وأضيف احتجم صلى الله عليه وسلم في وسط رأسه وعلى ظهر قدمه وفي الأخدعين والكاهل تداوى صلى الله عليه وسلم وكوى ولم يكتوي وراقى ولم يسترق وحمى المريض مما يؤذيه كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس معاملا وكان إذا استسلف سلفا قضى خيرا منه هديه صلى الله عليه وسلم في مشيئه كان أسرع الناس مشية وأحسنها وأسكنها كان أسرع من أصحابه مشيا ويجهدهم اللحوق به وكان يمشي حافيا ومنتعلا كانوا رضي الله عنهم يمشون بين يديه وهو خلفهم صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يماشي أصحابه فرادا وجماعة هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر كان أكمل الناس ذكرا لله عز وجل بل كان كلامه كله في ذكر الله وما والاه وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله إذا استيقظ من النوم وإذا استفتح الصلاة وإذا خرج من بيته وإذا دخل المسجد وفي الصباح والمساء وعند لبس الثوب وإذا دخل المنزل أو خرج منه وعند دخول الخلاء وقبل الوبوء وبعده وإذا سمع الأذان وعند رؤية الهلال وقبل الأكل وبعده وعند العطاس سنن الفطرة وتوابعها عد السنن قال صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظهار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء ونسي الضاو العاشرة تيمنه صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم في حلق الرأس تركه كله أو أخذه كلها السواك كان صلى الله عليه وسلم يحب السواك وكان يستاك مفطراً وصائماً ويستاك عند الانتباه من النوم وعند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول المنزل وكان يستاك بعود الأراك الطيب كان صلى الله عليه وسلم يكثر التطيب ويحب الطيب الشارب واللهية قال صلى الله عليه وسلم خالف المشركين ووفروا اللحى وأحف الشوارب التوقيت قال أنس رضي الله عنه وقتلنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ألا نترك أكثر من أربعين يوماً وليلاً هديه صلى الله عليه وسلم في كلامه كلامه صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه كان كثيراً ما يعيد الكلام ثلاثاً ليعقل عنه وإذا سلم سلم ثلاثاً لم يكن يتكلم في غير حاجة وكان يتكلم بجوامع الكلام كان لا يتكلم فيما لا يعنيه صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه لم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشاً ولا متفحشاً ولا صخاباً هديه صلى الله عليه وسلم وكان يتكلم في كلامه وضحكه وبكائه وخطمته أما ضحكه فكان كل ضحكه صلى الله عليه وسلم التبسم فكان نهاية ضحكه أن تبدو نواجده وبكاؤه صلى الله عليه وسلم لم يكن صلى الله عليه وسلم يبكي بشهيق ورفع صوت ولكن تدمع عيناه حتى تهملا ويسمع لصدره أزيز كان بكاؤه صلى الله عليه وسلم تارة رحمة للميت وتارة خوفاً على أمته وشفقة عليها وتارة من خشية الله وتارة عند سماع القرآن خطمته صلى الله عليه وسلم خطب عليه الصلاة والسلام على الأرض والمنبر والبعير والناقة قال جابر رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب حمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله وكان صلى الله عليه وسلم يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم من خصائصه صلى الله عليه وسلم وعث صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة قال ابن القيم رحمه الله جمع بين كونها حنيفية وكونها سمحة فهي حنيفية في التوحيد سمحة في الأخلاق وضد الأمرين الشرك وتحريم الحلال بعث إلى الثقلين قال صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة كتابه ودعوته قال سبحانه وتعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد آياته صلى الله عليه وسلم أكبر آياته القرآن وما من آية أوتيها رسول أو نبي قبله إلا وله صلى الله عليه وسلم منها حظ ونصيب محبته دين قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين حكم مبغضة من أبغضه فهو كافر كفرا أكبر قال صلى الله عليه وسلم إن شانئك هو الأبتر وهو الخليل قال صلى الله عليه وسلم فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وهو أحد أولي العزم من الرسل قال سبحانه وتعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم علمه صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام أما إني أعلمكم بالله وقال عز وجل قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك حكم مطيعه ومخالفه قال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال سبحانه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال عليه الصلاة والسلام كلكم يدخل الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال صلى الله عليه وسلم جعل الذلة والصغار على من خالف أمري أمته صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة بلده صلى الله عليه وسلم بلده عليه الصلاة والسلام مكة قال سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس لالذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومكة بلد حرام قال صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله وهي بلد للمسلمين إلى يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح قبلته صلى الله عليه وسلم قبلته صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وكانت قبل ذلك إلى بيت المقدس قال سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة والمسجد الحرام هو أول مسجد وضع في الأرض قال أبو ذر رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض فقال المسجد الحرام وقال صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه وقال صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام مئة ألف صلاة وصلاة في مسجد ألف صلاة وفي بيت المقدس خمسمائة صلاة وقال صلى الله عليه وسلم ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجدي ومسجد الأقصى وقال صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا قرابته صلى الله عليه وسلم وأزواجه أولاده صلى الله عليه وسلم سبعة ثلاثة ذكور وأربع إناث واحد القاسم وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم اثنان زينب رضي الله عنها ثلاثة رقية رضي الله عنها أربعة أم كلثوم رضي الله عنها خمسة فاطمة رضي الله عنها ستة عبد الله ولقب بالطيب والطاهر سبعة إبراهيم وهو ولد مارية القبطية سرية النبي صلى الله عليه وسلم وباقي أولاده صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة رضي الله عنها لم يولد له من زوجة غيرها كل أولاده صلى الله عليه وسلم ما توفوا قبله إلا فاطمة رضي الله عنها فإن لها تأخرت بعده بستة أشهر فرفع الله لها بصبرها واحتسابها من الدرجات ما فضلت به على نساء العالمين وفاطمة أفضل بناته على الإطلاق وقد أدرك بناته صلى الله عليه وسلم كلهن الإسلام فأسلمن وهاجرن معه صلى الله عليه وسلم أعمامه صلى الله عليه وسلم أحد عشر واحد سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه اثنان العباس رضي الله عنه ثلاثة أبو طالب واسمه عبد مناف أربعة أبو لهب واسمه عبد العزة خمسة الزبير ستة عبد الكعبة سبعة المقوم ثمانية ضرار تسعة قثم عشرة المغيرة ولقبه حجل الحادي عشر الغيداق واسمه مصعب لم يسلم من أعمامه صلى الله عليه وسلم إلا حمزة والعباس رضي الله عنهما عماته ستة واحد صفية وهي أم الزبير بن العوام رضي الله عنه اثنان أم حكيم البيضاء ثلاثة عاتكة أربع برة خمسة أروى ستة أميمة زوجاته صلى الله عليه وسلم حجز صخر سمعه حجز الحاء حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها الجيم جويرية بنت الحارث رضي الله عنها والزاي زينب بنت جحش رضي الله عنها وزينب بنت خزيم رضي الله عنها أصاد من صخر صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها والخاء خديجة بنت خويلد رضي الله عنها والراء أم حبيبة راملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها سمعه السين سودة بنت زمعة رضي الله عنها والميم ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها والعين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها والهاء أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها خديجة رضي الله عنها هي أولى زوجاته صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية رضي الله عنها تزوجها صلى الله عليه وسلم قبل النبوة ولها أربعون سنة ولم يتزوج عليها حتى ماتت وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم وهي التي آزرته على النبوة وجاهدت معه وواسته بنفسها ومالها وأرسل الله إليها السلام مع جبريل عليه السلام وهذه خاصة لا تعرف لامرأة سواها وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين سودة رضي الله عنها تزوج صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة رضي الله عنها بأيام سودة بنت زمعة القرشية رضي الله عنها وهي التي وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها تزوج صلى الله عليه وسلم بعدها أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديقة المبرأة من فوق سبع سماوات حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضها عليه الملك قبل نكاحها في سرقة من حرير وقال هذه زوجتك تزوجها في شوال وعمرها ست سنين وبنى بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة وعمرها تسع سنين ولم يتزوج بكرا غيرها وما نزل عليه صلى الله عليه وسلم الوحي في لحاف امرأة غيرها وكانت رضي الله عنها أحب الخلق إليه ونزل عذرها من السماء واتفقت الأمة على كفر قاذفها وهي أفقه نسائه وأعلمهن بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق وكان الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إلى قولها ويستفتونها حفصة رضي الله عنها ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وكانت قد أسلمت مع زوجها الأول خنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه وهاجرت معه إلى المدينة ثم مات رضي الله عنه إثر غزوة أحد فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة رضي الله عنها ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية رضي الله عنها من بني هلال بن عامر وتوفيت عنده بعد أن تزوجها بشهرين وهي التي كانت تلقب بأم المساكين أم سلمة رضي الله عنها ثم تزوج أم سلمة هند بنت أبي أمية القراشية المخزومية رضي الله عنها واسم أبي أمية حديفة بن المغيرة وهي آخر نسائه صلى الله عليه وسلم موتا توفيت سنة اثنتين وستين للهجرة جويرية رضي الله عنها وتزوج جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية رضي الله عنها وكانت من سبايا بن المصطلق فجاءته صلى الله عليه وسلم تستعين به على كتابتها فأدى عنها كتابتها وتزوجها زينب بنت جحش رضي الله عنها ثم تزوج زينب بنت جحش رضي الله عنها من بني أسد بن خزيمة وهي ابنة عمته أميمة وفيها نزل قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كها وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوج كن أهالي كن وزوج لله من فوق سبع سماوات ومن خواصها أن الله سبحانه وتعالى كان هو وليها الذي زوجها لرسوله صلى الله عليه وسلم من فوق سماواته وتوفيت في أول خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنها وكانت أولا عند زيد بن حارثة رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه فلما طلقها زيد زوجه الله تعالى إياها لتتأسى به أمته في نكاح أزواج من تبنوا أم حبيبة رضي الله عنها ثم تزوج أم حبيبة رضي الله عنها واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القراشية الأموية تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة وأصدقها عنه النجاشي أربعمائة دينار وسيقت إليه من هناك وماتت في أيام أخيها معاوية رضي الله عنه صفية رضي الله عنها وتزوج صلى الله عليه وسلم صفية بن تحويي بن أخطب سيد بن النظير من ولد هارون بن عمران أخي موسى فهي رضي الله عنها ابنة نبي وزوجة نبي وكانت من أجمل نساء العالمين وكانت قد صارت له من السبي أمة فأعتقها وجعل عتقها صداقها فصار ذلك سنة ميمونة رضي الله عنها ثم تزوج صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وهي آخر من تزوج بها تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل منها لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن تسعة وأول لسائه لحوقا به بعد وفاته زينو بنت جحش رضي الله عنها سنة عشرين وآخرهن موتا أم سلمة رضي الله عنها سنة اثنتين وستين في خلافة يزيد بن معاوية القسم الثاني سيرته صلى الله عليه وسلم الباب الأول قبل البعثة مولده صلى الله عليه وسلم ولد صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفيل يوم الاثنين من شهر ربيع الأول قبل الهجرة بثلاثة وخمسين سنة الموافق لسنة خمسمائة وواحد وسبعين للميلاد وكان أمر الفيل وحبش الله له عز وجل له تقديمة قدمها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وبيته أبوه عبد الله بن عبد المطالب تغفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل فولد صلى الله عليه وسلم يتيما أمه آمنة بنت وهب من بني زهرة ماتت ولم يستكمل إذ ذاك سبع سنين كفالته كفله بعد وفاة أمه جده عبد المطالب ثم توفي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ثمان سنين ثم كفله عمه الشقيق أبو طالب واسمه عبد مناف مرضعاته صلى الله عليه وسلم أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب وأرضعت معه أبا سلمة عبدالله بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه بلبن ابنها مسروح وأرضعت معهما عمه حمزة بن عبد المطالب رضي الله عنه وأرضعته حليمة السعدية أرضعته بلبن ابنها عبد الله أخي أنيسة وجدام وهي الشيماء أولاد الحارث بن عبد العز بن رفاعة السعدي وأرضعت معه بن عمي أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطالب رضي الله عنه حواضنه حواضنه أمه آمن وثويبة مولاة أبي لهب وحليمة بنت أبي ذؤي بن السعدية والشيماء بنت حليمة السعدية وأخته صلى الله عليه وسلم من الرضاع وهي التي قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد هواز فبسط لها رداء وأجلسها عليه رعاية لحقها ومن حواضنه أيضا أم أيمن بركة الحبشية رضي الله عنها وكان صلى الله عليه وسلم ورثها من أبيه وكانت دايته زوجها صلى الله عليه وسلم من حبه زيد بن حارثة رضي الله عنه فولدت له أسامة بن زيد رضي الله عنه وهي التي دخل عليها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال لها ما يبكيك إنما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم فقالت إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صار إلى خير مما كان فيه ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع عنا من السماء فهيجتهم على البكاء فجعلا يبكيان معها رضي الله عنهم عمله صلى الله عليه وسلم رعى صلى الله عليه وسلم الغنم وكان ذلك سببا في صبره ورحمته بالضعفاء ورعايته لهم قال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه وأنت قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة تجارته وزواجه لما بلغ صلى الله عليه وسلم خمسا وعشرين سنة خرج إلى الشام في تجارة فوصل إلى بصرة ثم رجع فتزوج عقب رجوعه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أول زوجاته بناء الكعبة لما بلغ صلى الله عليه وسلم خمسا وثلاثين تضعضعت الكعبة فقامت قريش في إعادة بنائها فتقاسمت بطون قريش الكعبة وأخذ كل منهم ناحية فلما بلغ البنيان ناحية الحجر الأسود اختلفوا في من يرفعه إلى موضعه ولبثوا على ذلك أربع ليال أو خمسة ثم اتفقوا على أن يحكم بينهم أول من يدخل من باب المسجد فكان صلى الله عليه وسلم أول من دخل فحكموه بينهم فأمر بثوب وجعل فيه الحجر ثم حملت كل قبيلة بناحية منه حتى بلغوا موضعه فوضعه هو صلى الله عليه وسلم بيده خلوته صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها حبب إليه صلى الله عليه وسلم الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث يتعبد فيه الليالي أولاة العدد وبغضت إليه الأوثان ودين قومه فلم يكن شيء أبغض إليه من ذلك الباب الثاني بداية الوحية لما كمل له صلى الله عليه وسلم أربعون سنة أشرق عليه نور النبوة وأكرمه الله تعالى برسالته في يوم الاثنين نبوته صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال قرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال قرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال قرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال قرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروعة فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العز بن عم خديجة وكان امرأا قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا النهموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوى مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإني يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوعي قال صلى الله عليه وسلم بينها أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فهجر فحمي الوحي وتتابع مراتب الوحي واحد الرؤية الصادقة وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلاق الصبح اثنان الإلقاء في روعه يلقيه الملك في روعه صلى الله عليه وسلم وقلبه من غير أن يرى قال صلى الله عليه وسلم إن الروح الأمين نفث في روعي وأخبرني أنه الحديث ثلاثة تمثل الملك قال صلى الله عليه وسلم ويتمثل لي الملك أحيانا رجلا فيكلمني فأعي ما يقول وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة رضي الله عنهم أحيانا أربعة صل صلاة الجرس قال صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد عيت عنه ما قال وقالت عائشة رضي الله عنها رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفسد عرقا بل إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها خمسة الملك في صورته يراه صلى الله عليه وسلم في صورته التي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله في صورة النجم ستة وحي من الله وهو ما أوحاه الله إليه مباشرة وهو فوق السماوات السبع ليلة المعراج من فرض الصلاة وغير ذلك سبعة كلام الله له حيث كلمه الله عز وجل منه إليه بلا واسطة ملك كما كلم الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام أول ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم نزل عليه الخمس آيات الأولى من سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم مراتب دعوته صلى الله عليه وسلم واحد النبوة اثنان انذار عشيرته الأقربين ثلاثة انذار قومه اربعة انذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة خمسة انذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهرة مراحل دعوته صلى الله عليه وسلم واحد الدعوة السرية ودامت ثلاث سنين أول البعثة اثنان الدعوة الجهرية لما أمر بذلك فاصدع بما تؤمر أول من آمن به صلى الله عليه وسلم من الرجال أبو بكر الصديق ومن النساء خديجة بنت خويلد ومن الصبيان علي بن أبي طالب ومن الموالي زيد بن حارثة ومن العبيد ملال بن رباح للحبشي رضي الله عنهم بعض السابقين من أول من آمن به صلى الله عليه وسلم بعد من ذكرنا أهل بيته صلى الله عليه وسلم ثم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وخباب بن الأرد وصهيب الرومي وعمار بن ياسر وأمه سمية وأبو عبيدة عامر بن الجرح وعثمان بن مضعن وأبو سلمة بن عبد الأسد وعضبة بن غزوان رضي الله عنهم أجمعين الباب الثالث العهد المكي أذية المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لما رأى المشركون الصدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم واجتماع الناس حوله آذوهم أشد الإذاء ومن صور أذيتهم لا إشاعتهم عنه صلى الله عليه وسلم أنه ساحر لينفر الناس منه ويخافوه وإشاعتهم عنه صلى الله عليه وسلم أنه مجنون ليسفهه الناس وإشاعتهم عنه صلى الله عليه وسلم أنه كاذب ويدحض ذلك أنه كان قد عرف بينهم بالأمين لصدقه وأمانته والسخرية به صلى الله عليه وسلم وبما جاء به وإثارة الشغب والضوضاء إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو الناس ليصدوهم عن استماع الوحي وما يأتي به من الحق استقبال من أتى من خارج مكة للعمرة أو الحج أو غيرهما وتحذيره من النبي صلى الله عليه وسلم أذيته صلى الله عليه وسلم في جسده كما فعل عقبة بن أبي معيط إذ جذبه مرة من ثوبه حتى كاد يخنقه حتى رده عنه أبو بكر رضي الله عنه وألقى عليه سلى جزور حتى رفعت عنه ابنته فاطمة رضي الله عنها محاولة قتله صلى الله عليه وسلم إذ عرضوا على عمه أبي طالب أن يبدلوه إياه بعمارة ابن الوليد أن يبدلوه إياه بعمارة ابن الوليد ويقتلوه وأرادوا قتله كذلك عند إرادته صلى الله عليه وسلم الهجرة تعذيبوا من استضعفوه من المؤمنين وشدة أذيتهم كما كانوا يضعون الحجر على بطن بلال وكما فعلوا بآل عمار بن ياسر رضي الله عنهم وغيرهم الهجرة إلى الحبشة لما كثر المسلمون وخاف منهم الكفار اشتد أذاهم له صلى الله عليه وسلم وفتنتهم إياهم فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة وقال صلى الله عليه وسلم إن بها ملكا لا يظلم الناس عنده الهجرة الأولى إلى الحبشة هجر فيها اثنى عشر رجلا وأربع نسوة منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أول من خرج ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاموا في الحبشة في أحسن جوار ثم بلغهم أن قريشا أسلمت وكان هذا الخبر كذبا فرجعوا إلى مكة فلما بلغهم أن الأمر أشد مما كان فرجع منهم من رجع ودخل جماعة فلقوا من قريش أذى شديدة وكان ممن دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الهجرة الثانية إلى الحبشة خرج فيها ثلاثة وثمانون رجلا وثمان عشرة امرأة فقاموا عند النجاشي على أحسن حال فبلغ ذلك قريشا فأرسلوا عمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيع في جماعة ليكيدوهم عند النجاشي فرد الله كيدهم في نحورهم إسلام حمزة وعمر في السنة السالسة من البعثة أسلم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وكان يسمى أعز قريش فعز به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسلم عمر بن الخطاب ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فتقوى المؤمنون بهما وامتنعوا من قريش شعب أبي طالب اشتد أذى قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحصروه وأهل بيته في شعب أبي طالب ثلاث سنين وفي الشعب ولد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فنال الكفار منه صلى الله عليه وسلم أذى شديدا وخرج من الحصر وله تسع وأربعون سنة وفات أبي طالب وخديجة وبعد ذلك بأشهر مات عمه أبو طالب وله سبع وثمانون سنة ثم ماتت خديجة رضي الله عنها بعد ذلك بيسير فاشتد أذى الكفار له خروجه إلى الطائف خرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف هو وزيد بن حارثة رضي الله عنه يدعو إلى الله تعالى وأقام بها أياما فلم يجيبوه وآذوه وأخرجوه ورجموه بالحجارة حتى أدموا كعبيه فانصرف عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى مكة ثم دخل مكة في جوار المطعم بن عذي إسلام عداس في طريق رجوعه صلى الله عليه وسلم لقي عداسا النصراني فآمن به وصدقه إيمان الجن وفي طريقه صلى الله عليه وسلم أيضا بموضع يقال له نخلة صرف إليه نفر من الجن سبعة من أهل نصيبين فاستمعوا القرآن وأسلموا الإسراء والمعراج ثم أسري بروحه صلى الله عليه وسلم وجسده إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى فوق السماوات بجسده وروحه إلى الله عز وجل فخاطبه وفرض عليه الصلوات عرضه صلى الله عليه وسلم الإسلام على القبائل أقام صلى الله عليه وسلم بمكة ما أقام يدعو القبائل إلى الله تعالى ويعرض نفسه عليهم في كل موسم أن يؤووه حتى يبلغ رسالة ربه ولهم الجنة فلم تستجب لهم قبيلة وادخر الله ذلك كرامة للأنصار فانتهى إلى نفر منهم ستة فاستجابوا لله ورسوله ورجعوا إلى المدينة فدعوا قومهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم ولم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار في سورة الممتحنة عند العقبة ثم انصرفوا إلى المدينة وفي البيعة الثانية قدم عليه في العام القابل منهم ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان وهم أهل العقبة الأخيرة فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأنفسهم فترحل هو وأصحابه إليهم واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم اثني عشر نقيبا الباب الرابع العهد المدني الإذن في الهجرة أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم في الهجرة إلى المدينة فخرجوا أرسالا متسللين أولهم في ماقيل أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي وقيل مصعب بن عمير فقدموا على الأنصار في دورهم فآووهم ونصروهم وفشل الإسلام بالمدينة ثم أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة فخرج من مكة يوم الاثنين في شهر ربيع الأول وله إذ ذاك ثلاث وخمسون سنة ومعه أبو بكر للصديق وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر ودليلهم عبد الله بن أوريقط الليثي فدخل غار ثور هو وأبو بكر فأقاما فيه ثلاثا ثم سلكا طريق الساحل دخوله صلى الله عليه وسلم المدينة لما انتهى صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى المدينة وذلك يوم الاثنين الاثنتين عشرة ليلة خلت من شهر ربيع للأول نزل بقباء في أعلى المدينة على بني عمر بن عوف فأقام عندهم أربعة عشر يوما أول مسجد في الإسلام أسس صلى الله عليه وسلم مسجد قباء قال ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا وقال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد قباء كعمرة بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ركب صلى الله عليه وسلم ناقته وسار وجعل الناس يكلمونه في النزول عليهم ويأخذون بخطام ناقة فيقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة فبركت عند مسجده اليوم وكان مربدا لسهل وسهيل غلامين من بني النجار فنزل عنها على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ثم بنى صلى الله عليه وسلم مسجده موضع المربد بيده هو وأصحابه رضي الله عنهم بالجريد واللبن ثم بنى صلى الله عليه وسلم مسكنه ومساكن أزواجه إلى جنبه وأقربها إليه مسكن عائشة رضي الله عنها ثم تحول صلى الله عليه وسلم بعد سبعة أشهر من دار أبي أيوب رضي الله عنه إليها المؤاخة بعد أن بنى صلى الله عليه وسلم المسجد آخر بين المهاجرين وكانوا تسعين رجلا وبين الأنصار أعلى المواسع ويتوارثون بعد الموت إلى وقعة بدر اليهود لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورآه اليهود علموا أنه رسول الله حقا وأنه الذي كانوا يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة ومع ذلك لم يسلم منهم إلا نفر قليل منهم عالمهم وحبرهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وادع النبي صلى الله عليه وسلم قبائل اليهود وهم بنوا قينقاع وبنوا النظير وبنوا قريضة تحويل القبلة بعد فرض الصلاة في المعراج كان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس وكان يود أن تحول قبلته إلى الكعبة فجعل يقلب وجهه في السماء يرجو ذلك فأنزل الله عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها في السنة الثانية للهجرة فغير صلى الله عليه وسلم قبلته إلى الكعبة الإذن بالجهاد بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية ومنعه الأنصار رضي الله عنهم نزل قول الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله فأذن الله تعالى للمؤمنين بقتال المشركين وكان من أوائل غزواته صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء وأبواط والعشيرة وبعض السرايا غزوة بدر في رمضان من السنة الثانية خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا من المؤمنين في طلب عير قريش العائلة من الشام فانحرف أبو سفيان عن الطريق بالعير وأغرى الشيطان قريشا فخرجت لقتال المؤمنين فالتقوا في بدر وكانت غزوة بدر الكبرى التي سميت يوم الفرقان ولما التقى الجيشان دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه وتضرع إليه فأيد الله المؤمنين بالملائكة يقاتلون معهم ونصرهم الله تعالى على القوم الكافرين وأعلى كلمته وقتل في بدر من المشركين سبعون رجلا واستشهد من المؤمنين أربعة عشر رجلا غزوة قينقاع في السنة الثالثة من الهجرة نقض بنو قينقاع الصلح فحصرهم النبي صلى الله عليه وسلم خمس عشرة ليلة ثم نزلوا على حكمه فأطلقهم وكانوا سبعمائة غزوة أحد وفي شوال كانت غزوة أحد حيث خرجت قريش لتثأر لقتل بدر في نحو من ثلاثة آلاف رجل وأتوا المدينة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في نحو من سبعمائة من أصحابه إلى أحد وانخذل عنه المنافقون وكانت الكرة أولى النهار للمسلمين ثم امتحن الله المسلمين ورد الكرة للمسركين حتى خلصوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرحوه وكسروا رباعيته وقاتل معه يومئذ الملائكة واستشهد سبعون من الصحابة رضي الله عنهم منهم حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وأنس بن النظر وحنظلة الغسيل وغيرهم وأبلى طلحة بن عبيد الله بلاء حسنا يوما حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى الجبل وكفى الله أيدي المشركين عنهم وكان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص امتحن الله فيه المؤمنين وأظهر المنافقين وأكرم من شاء بالشهادة وبعد الغزوة سمع صلى الله عليه وسلم بخروج قريش مرة أخرى يريدون استئصال المسلمين فخرج إليهم مع ما بالمؤمنين من قرح فلما بلغ المسلمون حمراء الأسد بلغ ذلك قريشا فانخذلوا ورجعوا إلى مكة السنة الرابعة للهجرة في السنة الرابعة كانت وقعة بئر معونة التي قتل فيها سبعون من قراء الصحابة وكانت غزوة بن النظير الذين حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قدف الله في قلوبهم الرعب وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وفيه بنزلت سورة الحشر غزوة المريسعة في السنة الخامسة خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال بن المصطلق ورجع صلى الله عليه وسلم منتصرا وفي طريقه شرع التيمم ووقعت حادثة الإفكة حيث اتهم المنافقون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي الطاهرة المطهرة واشتدت ذلك عليها وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله براءتها في سورة النور وجلد القاذفون الحد غزوة الأحزاب في شوال من السنة الخامسة كانت غزوة الخندق والأحزاب حيث تواطأ اليهود مع قريش ومن حالفهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فارتمع من قريش ومني سليم وبني أسد وفزارة وأسجع وغيرهم عشرة ألاف وأتووا المدينة وأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم ببناء خندق يحميهم من الأحزاب فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة آلاف وتحصن بجبل سلع وجعل الخندق أمامه واستأمن حلفاءه بني قريضة إلا أنهم نقضوا العهد ووافقوا الأحزاب فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم نعيم بن مسعود رضي الله عنه إليهم وإلى الأحزاب فاستعمل معهم الخدعة وأفسد بينهم ثم أرسل الله على الأحزاب جندا من الريح تقوض خيامهم وتكفأ قدورهم فزلزلتهم الريح وألقت في قلوبهم الرعب وخذلتهم فانصرفوا لم ينالوا كذا وخرج صلى الله عليه وسلم إلى بني قريضة وحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه وفي هذه الغزوة نزلت سورة الأحزاب صلح الحديبية في السنة السالسة خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ألف وأربع بائة من أصحابه يليد العمرة فلما برغ الحديبية منعته قريش من دخول مكة وصالحهم على أن تضع الحرب أوزارها عشر سنين فكان ذلك فتحا للمؤمنين كما قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا وكان مما حصل عليه الصلح أن تسمح قريش للمؤمنين بدخول مكة في السنة التالية للعمرة فكانت عمرة القضاء في ذي القعدة من السنة السابعة غزوة خيبر بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من الهديبية بعشرين يوم خرج إلى خيبر شمال المدينة فحاصر اليهود قريبا من عشرين ليلة جهد المسلمون فيها جهدا شديدا فلما أيقن اليهود بالهلكة سألوه صلى الله عليه وسلم الصلح فصالحهم على حقن دمائهم وخروجهم من خيبر بما عليهم من الثياب فقط ثم استعملهم على أرضهم على شطر ما يخرج منها قدوم جعفر لما كان صلى الله عليه وسلم في خيبر قدم أبو هريرة رضي الله عنه المدينة مسلما وفيها كذلك قدم جعفر بن أبي طالب بن عمه صلى الله عليه وسلم ومن بقي معه في الحبجة فوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر وقدم معهم الأشعريون أبو موسى وأصحابه رضي الله عنهم غزوة مؤتة في السنة الثامنة كانت غزوة مؤتة وسببها أن شرحبيل بن عمر الغساني قتل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك الضوم فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة آلاف من أصحابه وأمر عليهم حبه زيد بن حارثة رضي الله عنه وقال إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة فخرج إليهم هرقل ومن والاه من العرب في مئتي ألف فالتقوا في موتة وكانت الحرب فاستشهد أمراء صلى الله عليه وسلم ثم أخذ خالد بن الوليد رضي الله عنه الراية فأحسن قيادة الجيش وانحاز بالمسلمين حتى خلصهم من عدو الله وعدوهم فتح مكة الأعظم في نفس السنة أعادت بن مكر وهم حلفاء قريش على خزاعة وهم حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعنتهم قريش على ذلك خفية فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عازه على فتح مكة وقدم أبو سفيان المدينة ليكلمه صلى الله عليه وسلم فلم يسمع منه وكلم أبا بكر وعمر وعليا أن يكلموه صلى الله عليه وسلم فأبوا عليه ودعا صلى الله عليه وسلم أن يعمي على قريش فلا يعلم بخروجه إليهم فاستجاب له وخرج صلى الله عليه وسلم في عشرة آلاف حتى دخل مكة وأسلم قبيل الفتح عم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطالب رضي الله عنه وكان مما قاله عليه الصلاة والسلام عند فتح مكة من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن فلم يقاتل صلى الله عليه وسلم إلا من بادره بالقتال إلا قلة ممن أذاه صلى الله عليه وسلم وأذى المسلمين أهدر دمهم ولما دخل صلى الله عليه وسلم مكة طاف بالبيت غير محرم ثم دعو عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة فكسر صلى الله عليه وسلم ما فيها وما حولها من الأصناب ثم أرجع المفتاح إلى عثمان بن طلحة وأسنع بعد فتح مكة خلق كثير بل صارت القبائل تفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمة هدم الأصنام بعد أن فتح الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة أرسل أصحابه لكسر ما حول مكة من الأصنام فأرسل عمر بن العاص رضي الله عنه لهدم سوع وسعد بن زيد رضي الله عنه لهدم منى وخارد بن الوليد رضي الله عنه لهدم العزاء والطفيل رضي الله عنه لهدم ذي الكفين وأرسل عليا رضي الله عنه لهدم صنم طين غزوة حنين لما سمعت هوازن بفتح بكة أجمعوا السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وساقوا معهم أموالهم ونساءهم وذراريهم فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم في اثنى عشر ألف وأعجبت المسلمين كثرتهم حتى أتوادي حلين فشدت هوازن عليهم شدة رجل واحد حتى انشمر الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الفزع وثبت معه صلى الله عليه وسلم نفر من المهاجدين وأهل بيته ثم ثبت الله الذين آمنوا فرجعوا إليه صلى الله عليه وسلم وقاتلوا معه حتى نصرهم الله على عدوهم وفرت هوازن إلى الطائف ثم جاء أربعة عشر رجلا من هوازن مسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه أن يمن عليهم بالسبي ففعل وفعل الناس معه غزوة الطائف بعد أن فرغ صلى الله عليه وسلم من هوازن عزم على غزو الطائف فأتاها وحاصر الحصن ثمانية عشر يوما ثم رجع صلى الله عليه وسلم ولم يلقى قتالا غزوة تابوك وفي سنة تسع كانت غزوة تابوك غزوة العسرة وكانت في وقت شديد الحر وفي وقت الثمار والظلال فكان الخروج إليها أشد ما يكون على الناس ولما أرد صلى الله عليه وسلم الخروج حض الناس على النفقة فأنفق عثمان رضي الله عنه ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها ومعها ألف دينار فقال صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم وأنفق الصحابة ما يقدرون عليه وتخلف عنه صلى الله عليه وسلم عامة المنافقين وتخلف ثلاثة من خيار أصحابه لغير عذر هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم فاعتذروا إليه صلى الله عليه وسلم لما رجع المدينة وفيهم نزلت آية التوبة وعلى ثلاثة الذين خلفوا فتاب الله عليهم لما علم من صدقهم ودم الله المنافقين في هذه السورة وختم عليهم فسميت السورة بالفاضحة لأنها فضحتهم غزوة تبوك وفي هذه الغزوة صالح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب أيلة على الجزية وكذا أهل جربا وأذرح وكتب لهم كتابا وصالح أكيدر دومة على الجزية كذلك وأقام صلى الله عليه وسلم بتبوك بضع عشرة ليلة ثم انصرف إلى المدينة ولم يلقى قتالا ولما رجع إلى المدينة أمره الله تعالى بهدم مسجد الضرار الذي بناه المنافقون ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله فهدمه صلى الله عليه وسلم وهذه آخر غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم بنفسه الوفود بعد غزوة تبوك أسلمت ثقيف وسميت السنة تسع سنة الوفود فصارت القبائل تفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمة ومنهم وفد بني تميم وسيدهم عطارد بن حاج بن التميمه ووفد طيء وسيدهم زيد الخيل ووفد عبد القيس وسيدهم الجارود العبدي ووفد بني حنيفة وفيهم مسلمة الكذاب الذي ادعى النبوة فيما بعد حجة أبي بكر وفي السنة التاسعة بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج فأقام الحج للناس وبعث صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه يقرأ مطلع سورة التوبة على الناس ونبذ إلى أهل الشرك عهودهم وأذن في الناس أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان كما كان يفعل أهل الجهلية حجة الوداع وفي السنة العاشرة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وخرج معه المسلمون من شتى القبائل والبلدان حتى بلغوا أكثر من مئة ألف فعلمهم صلى الله عليه وسلم مناسك الحج وخطبهم يوم عرفة وتلا قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فأخبرهم أن الدين قد كمل وأوصاهم بالتزام ما جاء في الكتاب والسنة وحرم نماءهم وأموالهم وأعراضهم على بعضهم فكانت خطبة وداع منه صلى الله عليه وسلم بعث أسامة في شهر صفر من السنة الحادية عشر جهز صلى الله عليه وسلم جيشا لقتال يضوم واستعمل عليه أسامة من زيدا رضي الله عنهما فخرج وعسكر بالجرف ثم بلغهم مرضه صلى الله عليه وسلم ملخص غزواته صلى الله عليه وسلم وبعوثه وسرايا غزواته صلى الله عليه وسلم وبعوثه وسراياه كلها كانت بعد الهجرة في مدة عشر سنين فأما سراياه وبعوثه فقريب من ستين وأما الغزوات فسبع وعشرون قاتل صلى الله عليه وسلم في تسع منها هي بدر وأوحد والخندق وقريضة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف ونزل القرآن في بعضها ما نزل من القرآن في غزواته صلى الله عليه وسلم غزوة بدر نزلت فيها سورة الأنفال وتسمى سورة بدر غزوة أحد نزل فيها آخر سورة آل عمران من قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال إلى قبيل آخرها بيسير غزوة الخندق وبني قريضة وخيبر نزل فيها صدر سورة الأحزاب غزوة بن النظير نزل فيها سورة الحشر غزوة الحديبية وخيبر نزل فيها سورة الفتح وأشير فيها إلى الفتح وذكر الفتح صريحا في سورة النصر غزوة تبوك نزل فيها آيات من سورة التوبة وجرح صلى الله عليه وسلم في غزوة واحدة وهي أحد وقاتلت معه الملائكة منها في بدر وأحد وحنين ونزلت الملائكة يوم الخندق فزلزلت المشركين وهزمتهم ورمى فيها الحصباء في وجوه المشركين فهربوا وكان الفتح في غزوتين بدر وحنين وقاتل بالمنجنيق منها في غزوة واحدة وهي الطائف وتحصن في الخندق في واحدة وهي الأحزاب أشعر به عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه مرضه صلى الله عليه وسلم وموته ثم خير الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بين الدنيا وبين لقاء الله تعالى والجنة فاختار لقاءه والجنة فمرض صلى الله عليه وسلم مرضا شديدا واستأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له فلما لم يقدر على الصلاة في المسجد أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس إشارة إلى أحقيته بالخلافة من بعده فلما كان يوم الاثنين الثالي عشر من ربيع الأول من السنة الحادية عشرة خرج صلى الله عليه وسلم إلى الناس وهم يصلون الصبح فرفع الستر وفتح الباب حتى رأوه فأشار إليهم أن يتموا صلاتهم وتبسم لهم ثم لما اشتد الضحى توفي صلى الله عليه وسلم وكانت وفاته أكبر مصيبة حلت بالمسلمين فاغتم المسلمون لموته صلى الله عليه وسلم غما شديدا ثم اجتمع الناس على أبي بكر رضي الله عنه فبايعوه بالخلافة ولم يتخلف عن بيعته أحد لما يعلم الناس من سابقته في الإسلام وفضله على سائر الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ثم غوصل صلى الله عليه وسلم وكفن في ثلاثة أثواب بيض ثم دفن في موضعه الذي توفي فيه في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وتلك سنة الله في أنبيائه أنهم يدفنون حيث يقبضون وصلى عليه الإنس والجن صلوات ربي وسلامه عليه نشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده فجزاه الله عن أمته خير ما جزى نبيا عن أمته والحمد لله رب العالمين خاتمة قال حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب فاجمعنا معا ونبينا في جنة تثني عيون الحسد في جنة الفردوس واكتبها لنا يا ذا الجلال وذا العلا والسؤد صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمدي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر